بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل مع بعض Physical Properties of Soils وإحنا في Part 2 وهو عبارة عن تكملة Definitions اللي احنا خلصناها في Part 1 فأدي Soil Element اللي احنا تكلمنا عليه في Part 1 وأدي الرموز اللي احنا اتفقنا عليها بالنسبة لل Volume وبالنسبة لل Weight فهنبتدي ناخد الخاصية بتاعة Water Content لاحظ ان كل Definitions اللي احنا قلناها قبل كده كانت شغلها على Volume أما نبتدي نتكلم عن Water Content لأ هنسيب بقى Volume ده شوية وهنبتدي نتكلم على مين على Weight فتعريف Water Content هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن Weight بتاعة Water على Weight بتاعة Solids يعني Weight of Water divided Weight of A Solids وبندربه في 100 عشان تطلع لي Percentage زي ما انت شايف أما لو انضربناش في المية تطلع لي كسر أو Ratio يبقى Water Content ما هو إلا الـ W Solids بتاعتي والـ W Water هقسم الـ W Water على الـ W Solid أطلع Water Content طيب الـ W Water Content تعتبر من الخواص المهمة جدا جدا في علم السويل طيب نجيبه ازاي لو انا عندي طربة عايز اعرف الـ Water Content بتاعها تجربة بسيطة خالص جدا اللي هي تجربة الـ Water Content ان احنا بنجيب كين أو علبة صغيرة زي ما انت شايفها ديت متغطية وهبتدي ايه اوزن العلبة ديت او الموزن العلبة اللي هي فارغة ديت هنسميها الـ W 1 كويس طيب وبعدين اجيب Soil Acities from the site يعني هجيبها زي ما هي من الموقع ممكن تكون مشمعة مشمعة يعني ايه يعني انا حاطت عليها الشمع عشان ما تفقدش اي مية منها هجيبها واشر الشمع اللي عليها فلسه محتفظة بالمية اللي فيها وحطها في العلبة الفاضية ديت واوزنها فدي اسمها W 2 لو انت طرحت W 1 من W 2 هتديك مين هتديني وزن الطربة بالمية اللي فيها اللي احنا كنا مسمينها الـ W Total ديت يبقى الـ W Total ديت اللي هي عبارة عن ايه هتلاقي عبارة عن الـ W 2 نقص W مين واحد يبقى انا جبت الـ W W Total بعد كده هتدي احط العلبة ديت فين في الفورن في درجة حرارة مية وعشرة درجة مئوية لمدة 24 ساعة وطلحها ايه اللي هيحصل المية اللي موجودة هنا هتبتدي يحصل لها ايه هتبتدي تتبخر وما يتفضليش غير الصولدز بس اخد العلبة طبعا بالغطر بتاعها واوزنها وسميها W مين تلاتة طيب W 3 عبارة عن وزن العلبة والطربة وهي جافة يعني الصولدز فقط فلو انت خدت W 3 وطرحتها من W 1 هتديك W مين صولدز دي يبارة عن مين ها W 3 اللي هي الطربة مع العلبة ناقص W 1 اللي هي وزن العلبة فاضي فجبت W مين صولدز يعني انت بقى عندي W صولدز و W ووتر طب ترحل من بعض كده ما دي W ووتر و دي W صولدز لو طرحتهم هيديك مين ال W ووتر خلاص جبت W ووتر لو اسمتها على ال W صولد تديني مين تدربها في المية تديني الووتر كونتنت ده بالنسبة لي الووتر كونتنت اما بالنسبة للن اي اي او البرسنتج اوف ال اير بتاعتي فدي عبارة عن ايه البرسنتج اوف اير عبارة عن V اير على ال V توتل يعني ايه بالظبط يعني انا عايز اعرف الطربة بتاعتي دي الهواء اللي فيها قد ايه بالنسبة المين للفوليوم التوتل يعني دي V اوف اير على نسبة كل الطربة او اللي في البرسنتج دي اوف اير دي سمها اما الايه? سي ده اسمه الاير? الار كونتنت. الاير كونتنت لأ. ده بيساوي بقى الفي اير بس ما تقسمها ليش على مين? على الفي توتر. لا قسمها على مين? على الفي فويدز بس. يعني الفي اير هي عبارة عن الفي اير بالنسبة للمين? للفي فويد كلها. الفي اير بالنسبة للفي فويد كلها. طيب واحد يقول انا كنت لسه اقلين حاجة من شوية في البارت الماضي. ان احنا عندنا حاجة اسمها دجري اوف ساتيوريشن اللي هي الاس. كانت بتساوي الفي ووتر بالنسبة للفي فويد. الاير كونتنت عبارة عن الفي اير بالنسبة للفي فويد. يبقى لازم تحط في دماغك ان في علاقة ما بين الار كونتنت وما بين الاس. ان هي عبارة عن تكملة الاس. بمعنى يعني لو الار كونتنت كان 30 في المية يبقى الاس 70 في المية. والعكس صحيح. يعني لو الاس عندي 90 في المية يبقى الار كونتنت كام? هتبقى 10 في المية. طيب. في علاقة برضك مهمة جدا من العلاقات المهمة في علم السويل. ان ال في توتل كلها بتساوي الفي اس في واحد زائد مين? ايه? ممكن تثبتها ببساطة خالص لو خدت الطرف الايمن والطرف الايصر. هيطلع لك الاتنين ممكن يساووا بعض ببساطة. نيجي بقى من اهم الريلاشنز في علم السويل العلاقة ديت. بتقول لي ايه العلاقة ديت? بتقولني الاس في الاي بتساوي الجي اس في الووتر كونتنت. الاس اللي هي مين? اللي هي درجة التشبع. في الاي اللي هي مين? الفايد راشيو. ودي الجي اس اللي هي مين? لسه جايبينها برده. كل الحاجات دي تعرفناها لسه في بارت وان وفي البارت دوت. الجي اس اللي هو بتاعت الصويل. اللي هي الوزن النوعي للطربة. طبعا الوزن النوعي للطربة. كل طربة لها الوزن النوعي الخاصة بيها. الووتر كونتنت اللي احنا جبناه في البرت ده. اللي هو المحتوى المائي بتاع الصويل اللي احنا جبناه بالتجربة اللي انت شافها. لازم تحفظ ان الاس في ال اي بتساوي الجي اس في الووتر كونتنت. طبعا لو عايز تثبتها ببساطة خالص. حط كل اه ديفينيشنز من ذا بالتعريف بتاعها. يعني الاس هي عبارها عن مين? اه ده الوي ووتر على الوي воيد. ال اي في فايد على الوي اس. الجي اس دابلي اي اس على الوي اس في جاما ووتر. الووتر كونتنت دابلي ووتر على الوي اس. من ده كله هتقدر تطلع ان الطرف الايمن بيساوي الطرف الايسر. شكرا.